أهلا بحضراتكم مرة تانية في الماتش ومن العاصمة الإماراتية أبو زبي مباريات بطولة كأس السوبر خلصنا اليوم الأول من البطولة وبالتالي احنا مقبلين على اليوم التاني اللي فيها يتحدد البطل ووصيفه ويتحدد كمان صاحب المركز التالت وصاحب المركز الرابع في البطولة مباريح كان عندنا مواجهة جامعة ما بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا وكانت فيها من الندية ما هو كبير وكان فيها فرص للفريقين وكان فيه دراما حاضرة بأن الفوز تحقق بالنسبة للأهلي في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة مع جدل حصل بعد المباراة في أعقاب اعتراضات واسعة من سيراميكا كليوباترا على أداء الكابتن محمد معروف واللي قدت حتى إلى بطاقة حمراء للاعتراض من محمد إبراهيم بيها صدر قرارات النهاردة بإيقاف محمد إبراهيم حتى لأربع مباراة ولكن مع الإثارة اللي كانت حاضرة كان أكيد فيه بعض النقاط الفنية اللي ممكن نتكلم فيها فمنورنا النهاردة أحد المديرين الفنين المخضرمين في الكرة المصرية واللي الحقيقة بما أننا موجودين في الإمارات فكأننا في بلد هي بلده التاني بشكل واضح الجمهور الإماراتي بيقدر جدا هذا الشخص بيقدر جدا تجربته الفنية نتائجه اللي حققها مع الفرق الإماراتية وبالتالي إحنا كأننا في بيته النهاردة غير أنه هو جلنا الحمد لله بيته الأصلي في مصر الكابتن أيمن الرمادي المدير الفني المخضرم لسراميكي باترة منور الدنيا كلها كابتن أيمن أهلا وسهلا يا كابتن هاني كل سنة حضرك طيب والسادة المشاهدين طيبين وبألف خير تعاد عليكم بالخير إن شاء الله منور الدنيا كلها ومبسوط بوجودي معك الله يبارك فيك إنتوا المنورين لنا عائل مفروض إحنا نستضيفكم شكرا على الاستضافة شكرا على الاستضافة يعني هارد لك كابتن أيمن مباراة كبيرة قدمتها مباراة قسمت فيها المباراة بشكل واضح لشوطين شوط التاني كان فين ادية كبيرة حاضرة قدام الأهلي ولكن حظ أوفر النهاية كانت الخسارة أمام الله الحقيقة الحمد لله طبعا قدر الله ومشاء أفعل الوضع العام عموما بالنسبة لنا بالنسبة للفريق يعني مريح جدا بالنسبة لنا لأن احنا شايفين مستقبل الفريق ممتاز على أن احنا نخطو خطوة بعد خطوة عشان خطر نبني قواعد القواعد دي إن شاء الله بإذن الله تخلي الفريق في مكان مرموك في الدور المصري نتمنى إن احنا إن شاء الله بإذن ربنا يوفقنا ونحاول نرثي هذه القواعد للفريق وإن شاء الله الأمور تكون طيبة ومستقبل الفريق يكون جيد إن شاء الله بإذن الله من وجهة نظرة كابتان أيمن إيه أسباب الخسارة؟ يعني أنا عارف كابتان أيمن من المحللين البارعين لما بعد المباراة بيحط إيدي على النقاط اللي أدت إلى الفوز أو إلى الخسارة إيه أسباب الخسارة؟ الأسباب الفنية الأول الأسباب الفنية إن إحنا شوية أداءنا في آخر ست مباريات أعتقد إن دي أقل مباراة فيهم كأداء كنا أفضل من كده يمكن شوية إن إحنا ما عرفناش ناخد مباراة ودية في فترة يعني قعدنا 11 يوم قاعدين كنا ممكن ناخد مباراة ودية كانت رفعت الريتم وخلت الإحساس بالمكان والإحساس بالنواحل الخططية والمهارية كانت تبقى أعلى شوية لكن ما وفقناش لأن إنت عارف هنا الدورة في الإمارات شغال وإحنا أسكرنا من 8 أيام كنا مخططين إن إحنا نعمل مباراة بتاريخ 19 تمام كمين طرفها التاني المتوقع ما كناش محددين لأنه كنا بنبحث مفهوم فلما ملقناش خلاص سكتفنا بالتدريبات وإنت عارف اللعب الكرة بالذات المصري الحالة الزهنية لما تقعد فترة مثلا أكتر من أسبوع 10 طيام إحنا عدنا 11 يوم بتلعبش مباراة الحالة الزهنية بتقل شوية وإن كان بيبقى عندهم ميزة إنه هم بيبقوا مريحين ودي ميزة بتبقى جيدة اليوم ده السبب الأولاني إن إحنا شوية فقدنا الرتم السريع اللي كان الفرق بيلعب به الجزء الثاني استضمنا بغياب لاعب لاعب كل مش مسألة غيابه ولو غيابه اللي هو صديق أجولة لو غيابه كان مخطط لي كنا نقدر نشرك بعض الناس التانين في المباراة الأخيرة لكن احنا اتفجئنا بعض مباراةنا مع فيوتشار إن صديقه هيغيب عن الفريق إيه أسباب الغياب؟ والله في بعض الأسباب كده منها إصابة خفيفة يعني وكان برضو حصل شوية تأخير في موضوع استخراج التأشيرة للإمارات ففضلنا إن هو يقعد ويقعد طبعا إحنا كنا نتمنى إن هو يكون موجود لأنه عنصر أساسي في أفكارك الهجومية آه بالضبط وبعدين البديل بتاعه بتاعه صديق مش البديل على طول بالعكس البديل ده ممكن يكون لعب أساسي مضبوط زلاكة زلاكة أو عنطر أو عين كان يعني كان دايما صديق كان لعب يشارك بقى مع أوقات زلاكة أو أوقات عنطر مضبوط في الحتة الهجومية مضبوط آه كمان عندنا كانت مشكلة إن القندوس دلوقتي بقاله تقريبا أكتر من شهر مضبوط يعني بعيد عن الملاعب آه القندوس في الشرط الأولاني شوية كان الملعب غريب عليه آه ما كانش برتم العالي اللي عايدنا معنا فيه فبالتالي دي برضو قللتنا شوية يمكن إحنا كمان برضو عدم لعب رجب نبيل باستمرارية لأن رجب لعب الأهلي مباراة النادي الأهلي في الدول اضطرد اضطرد فتوقف المباراة اللي بعديها والمباراة اللي بعديها لعب فخد الأنظار التالت فتوقف المباراة اللي بعديها مضبوط ففي خلال الشهر لعب فقط مباراةين وده عدد أولي يعني الرتم ما كانش مفهوم رغم أن رجب عمل مباراة جيدة جدا ممتازة كمان يعني لكن العوامل دي كلها خلال هل هي بعض الميس باس شوية في قراراته حتى اعتذر هو لبقي الفريق في أكثر من المشهر؟ لا هي فيه كرة بس بالهيدرز هو حب يلعبها بشوكري بس شوكري كان سابق شوي يعني أنا عندي الاتنين أنا فخور بيهم هو وبيكهم أنا عمري في حياتي ما لعبت بتحفز قدام أي فريق ولد دي التعليمات بالتحفز يمكن أنا كان كل كلامي أن أنت لازم لما تخسر الكرة تحترم كثيرا النادي الأهلي لأنه هو أكيد الأهلي الزمالك الاتحاد الأندية العريقة الأديمة دي جديرة بالاحترام يعني لازم تحترمها يعني لأن أنت بتحترم أولا تاريخ كبير جدا وبتحترم نفسك في الملعب فهو أنت خسران الكرة لازم تحترم الأهلي وتتذكر أن الأهلي ده يعني صهولاته وجولاته كثيرة مظبوط لكنه أنت ممتلك الكرة لازم أنت تثق في نفسك ما تفكرش في المنافس أبدا فبالتالي ما ديتش أنا تعليمات بالتحفز لكن هم برضو أحساسهم بالملعب أنا بدي حرية للعب هو يحس بالملعب أكتر مني هو شعوره إيه أنه هو دلوقتي ممكن يتحفز شوية فيكون القرار عنده لأنه دايماً بحب أن اللعب هو اللي ياخد القرار أنا ما بحبش التلقين ما بحبش ألقن اللعب من بارك أنا بحب اللعب دايماً هو يفكر في الحدث وياخد القرار تهيأ له الظروف جوه الملعب هو اشتغل خلاص القرار اللي بياخده بناء على الحدث لأنه لازم من أهم مبادئ التدريب أنه لازم تعود اللعب أنه هو يكون صاحب قرار من صاحب تنفيذ قرارات فقط القرارات في الملعب بالنسبة لللاعب هي مهمة جداً فيمكن هم شافوا أن من الأفضل أن هم يتحفزوا شوية لكن ما أعتقدش أن دي كانت تعليمات اختلف أداء سيراميكو يوباترا في الشوط التاني عن الشوط الأولاني بادل الأهلي الهجمات بل وهدد مرمى الأهلي في أكتر من هجمة في الشوط التاني البعض أرجع ده كمان للتغيير اللي عملتها مع بلات الشوط التاني كابتن أيمن بنزول محمد توني في نص ملعب بدلاً من محمد عنتر اللي ما كانش في أفضل حالاته كيف غير التغيير ده من شكل الفريق في الشوط التاني هو توني مكان زلاكة مكان زلاكة عفوا عفوا مكان زلاكة مكانش في أفضل حالاته والأظهر الموضوع ده كابتن أسام عبدو بصورة جالية يعني في التعليق هو كان معنا على فكرة في اللقاء واتكلم في النقطة فهو أظهر الموضوع ده بصورة جالية فعلاً أنا حسيت بالموضوع أن توني كان نازل مركز جداً عمل جهد كبير جداً جداً يعني غطى الأطراف بصورة جيدة رغم أنه كان لعب محوري يعني لعب تمانية كمان شارك في الهجوم بصورة فعالة وده اللي كنت منتظر أنا دايماً من توني ممكن هو مر بفترة كان أقل فيها من مستوى المعهود لكن أعتقد أنه هو رجوعه ده رجوعه جيد يعني وأنا سعيد به يعني زلاكة مكانش موفق مش بسبب حاجة أنه فترة الأخيرة برضو ملعبش كتير لأنه اتعرض لإصابة فأنا هزره فالحقيقة كانت الحمد لله التغييره وفقنا فيها لكن في نفس الوقت عايز أقولك أن الإجمال المبراء اللي هي تخطط إحنا خمس دقائق شرط الأولاني وست دقائق شرط التاني 11 دقيقة اللي تخطط لمية دقيقة ما كناش في أفضل حالتنا ما كناش الحالة اللي هي عهدناها على سيراميكا في الخمس ست مباريات الأخيرة اللي خليتك تقول قبل المباراة أن سيراميكا أحد أفضل ثلاث فرق بيقدمه كورة في مصر دليلة المباراة آه أنا مقتنع بكده يعني حتى لو أنا مش مدرب وبحل السيراميكا سيراميكا فعلا بتلعب كورة حلوة والفضل لله واحده ثم الإمكانيات اللعيبة المتميزة وبالمناسبة أنا حابة بشكر الإدارة جدا على أن هم فعلا قدروا يوفروا هذه الكوكبة من اللعيبة المتميزة جدا هل الإرهاق شعرت أنه كان عامل سلبي في منافسك الأهل مباراة والله يشوف أنا بالنسبة لي يمكن قلت كلام اتفهم غلط هلتكلم عنه بكل تأكيد لا على موضوع الإرهاق أنا قلت أن الرتم لما بتلعب كل ثلاثة أيام تساوي الكفتين الإحساس بالملعب بيبقى جيد بيبقى عندك يعني عندك كمان البرو أكشن اللي هي استباقية الحدث تمام تبقى عالية جدا ما بتبقاش صاحب رد تفعل لكن أيها بيبقى فيه إجهاد العكس بقى بيبقى فيه اللي ما بيقعد فترة ما بيلعبش أيها بيبقى مرتاح تبقى عنده عضلته مرتاحة لكن ما بيبقاش عنده الرتم العالي بتاعك اللي بيكتسبها في خلال المباريات وبالتالي الإحساس بالتمريرة الإحساس بالتصويب بيبقاش عالي قوي فأنا الحقيقة قلت إن دي لها عيوب من ميزات ودي لها عيوب من ميزات ده كل اللي أنا قلت لكن النادي الأهلي أعتقد أنا من وجهة نظر الخاصة اللي هي ما ينفعش هم يغضوا بيها أو هم يعني عندهم وجهة نظرهم إن النادي الأهلي كنادي كبير ممكن يلعب كل ثلاثة أيام لأن النادي الأهلي يتساوى مع أندية في أوروبا كبيرة والأندية في أوروبا بتسافر وبتلعب يعني لو شفت بيلعبه كل يومين كل ثلاثة أيام والنادي الأهلي أعتقد إن هو بقيمته لا يقل عن الأندية الكبيرة دي فأعتقد إن موضوع الإجهاد هو موجود لكن تأثيره مش بنسبة كبيرة أوي وخصوصاً إن النادي الأهلي عنده اللاعب البديل هو بقوة اللاعب الأساسي وده طبيعي إن أنت ينزل رزنامة في أول السنة أتمنى إن هي تبقى تنزل في أول السنة يعني بتنزل بتبقى حطت حساباتك على كل الأوقات اللي ممكن تعمل فيها أنت بعرف من أول الموسم لآخر الموسم عندك دي فبتنسق بناءً عليها قائمتك وبتحدد اشتراكات لعبية أنا أعتقد كده أعتقد إن هذا هو العمل اللي هما بيقوموا مظبوط إن هما أعتقد بينظموا بيعنظموا حتى الأوقات والمباريات وتحديد المباريات اللي ممكن يعمل فيها بيحددها من أول تمام مش لازم بالأسماع حتى لو بالمراكز مفهوم تماماً بينما كانت المباراة ماشية في اتجاه التعدل وبالتالي اتجاه ضربات الترجيح هدف للأهلي في الدقائق الأخيرة عكسي سجله جاستيس أرثر شفت إزاي الهدف بتفاصيله بداية من وصول الكرة المودست التاريحة لرايحة لإمام انطلاقة إمام بتخطي اتنين من المدافعين ثم وصولها لشباك محمد بساني احنا في التوقيت ده كنا في حالة هجوم وخصوصاً آخر أربع خمس دقائق يمكن كنا قريبين جداً من التمنتاشر وده أمر أنا الحقيقة يعني شايف أنه هو أمر وضع طبيعي أن يحصل حالة هو مش صحيح لكن ممكن تحصل حالة من عدم تركيز لا حالة يعني ما كانش فيه اتزان في الحالة الدفاعية لنا الوقفة بتاعتنا لما كرة وصلت لمهاجم النادي الأهلي كنا في موقف بنشاهد الحدث قدام بتاعنا وده عملية مش جيدة يعني فلما وصلت وتحضرت لإمام عشور وهو لعب متميز جداً كنا المفروض ما نهاجموش من المنطقة دي كنا لازم نروح لمناطقنا الأول وبعدين نقابله وجها بوجها يعني ما نتسابقش معاه يعني مجموعة حاجات كده حصلت كانت فنياً مش صحيح مفهوم حل التعب وكان التفكير ما كانش مظبوط لكن الوضع الطبيعي إن الكرة دي لو في أحداث المباراة العادية ما توصلش لهذا الشكل بهذه القوة لكن طبعاً هو كفاءة إمام كبيرة برضو إن هو قدر يقاوم وكان عنده أسرار فيها كبير جداً والحقيقة من الأهداف اللي هي تحسب للعب زي إمام إن هو أصر لحد النهاية Tucson جاستيس أرسر كان نازل قبلها بدأي قليلة بديلاً لأحمد رونام بكم أعتقد بكم كان للإصابة مش كده؟ نعم بكم أصيب بكم تقريباً كان المفروض يحصل تغيره من الدقيقة سبعين نكمل تلت ساعة زيادة الحقيقة ضغط على نفسه كتير لحد ما وصلت بقى خلاص ما يقدرش هي مش إصابة عضلي هي إصابة في مكان شوية في صعوبة يعني في مفصل من المفاصل لكن ممكن يستشفى منه في خلال يوم أو يومين فهي إصابة تعطل في وقتي مفهوم مفهوم تمام فكان هو يحس إن رجله مش مصبوط جاهز للماتش اللي جاي؟ لحد الآن ما أعرفش لسه لازم بكرة نعرف الحالة عموماً يعني علامات الإحباط كانت واضحة جداً على جاستيس أرسر إنه لسه نازل وهدف قاتل إزاي تعملت مع ده؟ أي لاعب في العالم كان موجود في مكان أرسر كانت الكرة تضرب في رجله بهذا السيناريو تدخل هدف لأن فعلاً الكرة كانت غريبة زي البلياردو من إمام لرجل رجب للقائم لرجل أرسر المواجه للمرمى بالضبط اللي بيحاول يغطي على كريم فؤاد عملية قدرية جداً جداً أنا عايزة يعني الحقيقة لو هو لو أنت شفت حالته حالته صعبة جداً جداً وانا رفضت النهاردة تماماً أنه يعتذر لزميله يعتذر عن إيه؟ اللاعب فيها أي حد ممكن يعتذر لو هو أخطأ لا هو ما أخطأش هو القدر وضعه في طريق الكورة في الوقت ده عشان يصعد النادي يعني سنت أقول لك الحقيقة أنا لازم أبارك للنادي الأهل صعود وأبارك فيوتشر صعودة ربنا يوفق الاتنين إن شاء الله بإذن الله لأن الحقيقة في النهاية هي كرة قدم وهي أبسط حاجة في كرة القدم إن فيها غالب ومغلوب فبالنهني دايماً الغالب يعني النقطة الأكثر إثارة ما بعد المباراة وخلالها كان باين في عصبية واضحة من لعبة سيراميكي ريباترا اتجاه قرارات حكم المباراة اعتراضات حصلت ثم تصريح الكابتن أمد الرمادي في المؤتمر الصحفي اللي اتكلم فيه عن حضرتك للاعبي الأهلي وإمشوا للاعبي سيراميكي ريباترا والتهديد بالبطاقات لللاعبين من جانب حكم المباراة الكابتن محمد مهروف عايزين نمسك المباراة من بدايتها حتى النهاية كابتن أيمن كيف تحامل من وجهة نظرك الكابتن محمد معروف على سيراميكي باترا وأنا عندي كمان بقى ردود بعض المحللين عايزة تناقش معك أولاً أول حاجة لازم الجميع يعلم أن الكابتن محمد معروف أنا بكني له كل تقدير والاحترام والكل حكام مصر وأنا حتى لو كان في أخطاء فأنا أزعم أن هي مش متعمدة يعني لكن في نفس الوقت أنا لازم أبوح بحاجة في صدري بحقيقة أن لا التعامل كان مختلف كان مختلف أكيد أكيد لأن مش هيخرج الثورة اللي حصلت مباراة دي دم ما احنا خسرنا من النادي الأهلي وفي الملعب وكان مطرود لنا رجب نبيل في الدوري في الدوري والموضوع برضو مش موضوع أن الأهلي أحرز هدف في الدقائق الأخيرة كما يزعم البعض وأن دي عملت حالة من الغلايا لا الموضوع في غلايان أثناء المباراة فترات كبيرة جدا وده أعتقد أن يعني أنا عندي طبيب الفريق الدكتور فريد من الكفاءات الكبيرة جدا ده يعني راجل حليم جدا جدا أنا أول مرة أشوفه مستفز كده لأنه هو لما نزل يعالج بسام وأعتقد أننا المفروض أن الحكم بيشوف اللونين على أن هم اللونين بيتباروا لما النتيجة تكون صفر صفر فما فيش حد مستني يأخذ نقطة المباراة تخلص تخلص وحد مستني يأخذ ثلاث نقاط بس ما فيه فريق عايز يوصل لركلات ترجيح وعايز تاني يكسبها صحيح بس أنت شعورك ده يصلك إمتى لما تلاقي فريق مثلا تصرفات اللاعبين بالزبط فلما تعالج محمد بسام ونزله الدكتور الكابتن أنا الحقيقة آخر مرة هتكلم في الموضوع ده وأحبش أنا الأحاديث عن المواضيع بعيدة عن الناحية الفنية لأن مواضيع تشتت أكتر فلكن تعاملوا مع بسام بإن لو قات طب مين اللي قالك أنه هي أعطاني لو قات مرة أخرى هديك إنذار أو طب محدش قالك إنه هي أعطاني يعني الكلمة أنا عن نفسي لما يكون عندي لاعب وأنا مدربه وضغط الضغط اللي هو أحيانا بيبقى فيه استفزاز صعب إن أنا أكون منتظر إن اللاعب ده ما يكونش عنده ردة فهم شوف الكابتن من الحكام الجيدين وممكن يكون في حالات كتيرة جدا فنيا جيد ممكن أنا الحقيقة ما أقدرش أقيم عمله لكن كمان فيه جزئيات مهمة جدا في شخصية الحاكم والتعامل مع الآخرين غير القرارات آه عشان الأمور تكون أهدى شوية كمان لما بيكهم اتصاب لما ياسر اعتقد اتصاب أو محمد عبد المنعم من النادي الأهلي نزلوا على الجو لما بيكهم والدكتور وقف قال له لازم أشوفه قال له لا العربية هتطلعوا برا فالحاجات دي تثير بعض المشاكل وانا الحقيقة مستغرب جدا من البعض اللي يقولك تعال أشوف دي مش ضرب الجزاء دي مش حسب ايه حسب ايه قرار مؤثر في نتيجة المبرأة الموضوع مش قرار مؤثر الموضوع هي مهارة زي ما المدرب المفروض يبقى عنده مهارة في ايصال المعلومة برضو الحكم لازم يتحل بمهارة في ايصال المبرأة لبر الأمان في توفير الأجواء المريحة أنا عايز أقول لحضرتك إن يمكن يمكن إحنا أنا على فكرة اتصلت بالأبعاد ترسالة للكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام نائب رئيس لجنة الحكام واعتذرت له إن أنا طلعت في المؤتمر الصحفي وأنا بكرر أعتذر أنا ما أخجلش أبدا اعتذرت عن إيه كثيرا؟ اعتذرت عن إن أنا يعني قلت إن إحنا يعني بداية كلامي اعتذرت عن بداية كلامي إن أنا قلت إن إحنا عادينا عدالة نحن نشعر بالعدالة نعم ولازم اللاقة بيشعر بالعدالة كنت المفروض أخليها جزء من كل لأن هي دي الحقيقة نفهوم إن إحنا مخسرناش بسبب التحكيم أشوف الندي الأهلي أندي المصرية كلها الكبيرة يعني أنديها كبيرة وتقاليدها كبيرة ما ينفعش إن أنا أيمن أو سين أو صاد يقلل من فوز نادي زي الأهلي لا طبعا يعني الأهلي حاجة الأهلي والزمالك والأنديها دي حتى إحنا كنا بنتفرج عليه وإحنا صغيرين يعني وبنشوف نجومهم فما ينفعش نقلل منهم فالأهلي فوز مستحق لأنه قتاد وإلا ما كانش واحد زي مام عشور ده كافح الكفاح ده عشان هي خارس هذا لكن أنا بتكلم بقى عن فريق أنا أنا عايز فريقي يحس إن هو في الملعب احترامه كاحترام الفريق الآخر دي مش تجربتك الأولى مع فرق المرة فات أسوان دلوقتي سراميكي ربترا فوجهت أهلي وجهت زمالك هل بتشعر ده أنه ده سلوك عام من الحكام أو من بعض الحكام لما بيكون طرف المباراة مش بنفس قوة وجماهيرية الطرف الآخر دي حقيقة لا يغفلها إلا شخص بيغالط نفسه نحتاج إن إحنا نكون فعلا لازم يتدربوا حكامنا حكامنا قوية جدا وممتازين وأنا الحقيقة هم كلهم أصدقائي لأن أنا بتعامل معاهم لأن إحنا لازم ننجح التحكيم الناس لكن دي حقيقة وأنا عذرهم عذرهم أكيد لأن أنت لازم تجد حماية لازم أنا مع كامل احترامي اتحاد الكورة الرابط أنا معرفش مين لازم الجهاد دي تكون قوتها تسيطر على جميع الأندية بمقييس ومعايير واحدة وبالتالي الحكم يحس إنه هو محمي حماية قوية فبالتالي لكن أنا ما ينفعش أروح رامي الحكم في النار وأقول له حاول أنت تطلق لازم أساعده إيه نوع المساعدة اللي ممكن تتوفر لحماية الحكم؟ أنت تتواعي من ناس أن الكل مسواسية قدام القوانين نعم يعني أنا النهاردة لما لما جي مثلا على سبيل المثال يضطرد لاعب من سراميكا أو من الجونة أو من سموحة أو من أي فريق غير جمهيري لابد طبعا في أنديك في البنك الأهلي أي نادي غير جمهيري لابد أنه يكون معيار طرده هو نفس المعيار لتطرد بيه لاعب نادي جمهيري دي نوة تتكلم عنها الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح مبارح الخبير التحكيمي أنه حل القرارات الكابتن محمد معروف وقال إن بنقيس أداء الحكم بمعيار بيحدد به قراراته طوال المباراة فهو قال إن المعايير مبارح اختلفت وده تحليل الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح في بعض القرارات اللي كانت اه احتسبت ضد لعبي سيراميكي باترا عن القرارات اللي احتسبت ضد لعبي الأهلي هل اه ده حسيت به خلال التحليل أو المباراة شوف أنا أولا عايز أقول لو كان الهدف إن انت تكمم الأفواه بإن انت تطلق بعض الكلام ويطلع قنوات ويطلع كلام وكده يعني فإحنا غالبا جميعا كل اللي بيشتغلوا الجدية في غنى على إن إحنا يعني آسف يعني نشتغل أصلا في كرة القدم في هذه المنطقة يعني خلاص يعني نترك كرة القدم بما لها وما عليها ونبحث عن أماكن فيها نقدر يعني نقول أراء تكون جيدة وتكون مفيدة لكرة القدم الأهلي الزمالك مش طرف في الموضوع نحن بنتكلم دلوقتي نحن بنتكلم دلوقتي عن الأهلي وعن إن الأهلي ما ينفعش بقيمة نادي الأهلي أقول إن الأهلي كسب أو الحكم كسب الأهلي كسب بمجهوده نحترمه ونحترم أداءه ونحترمه لكن أنا بتكلم دلوقتي على آلية عمل الحكام في المباريات الكبيرة قدام الأهلي والزمالك لابد أن يكون وعلى فكرة أنا حكم لي حكم مباراة من المباريات وخسرنا من الزمالك واحد صفر وحكم لي حكم وخسرنا من الأهلي تلاتة صفر أنا مش فاكر كانوا مين والله ما فيه غلطة وما طلقتش بالعكس طلقتش كرتهم لكن أعتقد إن في هذه المباراة بالذات التعامل ما كانش بالمثل ما كانش بالمثل حتى في الحالات التحكمية الفنية يعني حتى في الحالات الفنية التحليل للقرارات في البرامج يعني أنا الحقيقة يمكن الناس شافوا المباراة ودوّروا وبحسوا عن مناطق الجزائي يكون فيه ضرب الجزائي يكون النظار ده لكن ما تفرجوش على المباراة بصورة كاملة أنا عايزهم يتفرجوا على المباراة بصورة كاملة ويشوفوا هل فيه مثلا حاجة شبيهة باللي عادل خاد فيها أنظار اللي هي الإيد في الوش هل فيه حاجة شبيهة وخصوصا من إمام عشور ضد محمد إبراهيم ولا ما فيش وهم هيحسوا قد إيه أن كان فيه إزدواجية في معايير الاحتساب الإنظارات والفاولات ده فيه بعض المحللين قالوا أنه أن الكابتن محمد معروف أخطأ في أنه لم يكن حازما تجاه لعبي سيراميكا كريو باترا أوجد نظرهم بحترمها لكن يجبوا لي الحالات اللي هي أو يعرضوها يعني أنا فيه ناس عرضت الحالات برمتها يعرضو الحالات اللي كان ممكن اللاعب يستحق فيها مثلا العقوبة مخدهاش وممكن إحنا كمان نقرض المبراب كاملة لأن هي عندنا ونشوف فاولات تحسبت هنا ما تحسبش زيها في ناحية الاتجاه لكن وجهة نظرهم على على فكرة أسخلي بالك هي المناقشة والأراء طالما باحترام مظبوط صح ما بعدي نسمعي ماذا تقصد بتكميم الأفواه أو محاولة تكميم الأفواه اللي بتخلي الواحد يفكر في أنه أنا عايز أمشي إن أنا لما أتكلم مرة عن أن إحنا عايزين نصوب ما فهمنا في موضوع العدالة والتحكيم وكده يعني إن أنا أجد هجوم معناها لا إنت طالما بتلاعب أهل زمالك مصري مش عارف إيه لا إستنى إنت عندك هنا خطوط لا مش هينفعش تطوير كرة القدم وتطوير لعبة كرة القدم يعني أنا لو ما كان النهاردة اتحاد الكرة ما ينفعش أخذ بقراء محللين مع كامل احترام وتقدير المحللين أنا أجيب المبرأة وشاهد الأحداث اللي حصلت وفي نفس الوقت أشوف الفريق ده كان منفعل يا إما الفريق ده يعاقب عقاب اللي هو سراميكا كبير يا إما اللي خرجه وخلاه ينفعل ده في حاجة خرجته أعتقد إن إحنا محتاجين كتير جدا إن إحنا نشتغل على مبدأ اللي هو لو إحنا مش هنكون لو ما هيكونش الاتحاد خلينا أقولها بقى بصراحة أقوى من جميع الأندية إنسى موضوع كرة القدم في مصر لن تتطور خلاص إنسى أنت خليك بقى يجيلك جيل متميز بيبقى وهب من رب العالمين يعمل لك صارخة كبيرة وبعدين تقعد فترة طويلة يعني خلاص إنسى موضوع التخطيط خلاص مش قادر أعدي الجملة بس لأنك قلت تكميم الأفواه لو فضل مستمر الواحد يمشي يشتغل في منطقة تانية هل الكابتن إيمان الرمادي وصل للمرحلة دي مرحلة إنه يفكر في الابتعاد الحقيقة لما رجعت طبعا الكابتن الجهري وعمله في مصر تذكرت وطبعا أنا مجيش يعني مع احترامي يعني شعره في قوة ولا كفائت ولا موهبة الكابتن الجهري يعني بالنسبة له يعني حاجة ضئيلة جدا يعني ولقيته إنه هو فضل الابتعاد عن إنه هو يشتغل مثلا في مكان معين أحسن كثيرا يعني أنا الحقيقة كان مدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم ويعني الحقيقة كان كانت حاجة محزنة جدا يمكن يمكن ما عرفش من اللي كان مخطئ ومن اللي كان مصيب في التوقيت ده لكن أنا عن نفسي يعني شعرت بهذا الشعور بعد ما حسيت إنه انت لأ أنت كل ما أول ما هتيجي تتكلم في نقاط تكون لمصلحة كرة القدم ونقعد نتناقش زي الأوروبيين الأوروبيين بيعودوا يعملوا بحث علمي يعملوا ورش عمل عشان يناقشوا مثلا حاجة زي موضوع تحكيم حاجة زي موضوع حتى النوحي الفنية بيتناقشوا نشقاش جميل لكن كوني إن أنا كل ما أجي مثلا كل ما نيجي نستعرض موضوع ألاقي يعني للأسف تجاوزات زادت عن الحدود سواء في البرامج أنا نتريش معاي السوشال ميديا ولا حتى بتفرج على برامج لكن أنا كلنا يعني زي ما أنا بنحترم الآخرين بإن إحنا نوجة النظر بطريقة مهزبة أعتقد إن إحنا كمان يجب أن يحترمون بس أنا عندي نقطة مؤمن بيها حابب إن أنا أرد على حضرتك بيها وهي التجاهل هو الحل يعني محاولات التكميم إذا كانت موجودة وهي موجودة وستبقى موجودة لإنه إحنا عندنا مشاكل حياة في الإعلام ربما وفي التعامل مع بعض القضايا بشوف إنه وده ما بيكونش مبرر لأن يبتعد الشخص أو إنه يرضخ لمحاولات التكميم بل أن يواصل يواصل العمل ويواصل طرح أفكاره أنا معك أنت تقدر تتجاهل لأن أنت إعلامي يمكن ما عندك شي عندك طبعا فريق عمل بتشتغل معاه لكن أنا مدرب لفريق كرة فأنا أخشى على الفريق يعني بالعكس عشان ما يكونش الهدف أو المستهدف المدرب أو شخص آخر وأنا الحقيقة مش بتكلم على الإعلاميين بس حتى يعني للأسف اللي هم المحبين للأندية اللي هم متطوعين أنا معرفش هل هذا تطوع ولا إيه لكن المتطوعين لأنهم مثلا يهينوا مثلا لعب معين أو يتجنوا على لعب معين أنا الحقيقة أخشى أن أنا مقدرش أوفروا الحماية كابتن أيمان الرمادي مقبل على مواجهة يوم الخميس مع بيرامدز بيرامدز توديع البطولة بالنسبة له كان مفاجأة كانت صدمة بالنسبة للفريق سيراميكي ريباترا بيلعب دلوقتي على مركز ثالث قدام بيرامدز كيف ترى هذه المواجهة في ظل ظروف الفريقين الحقيقة كل فريق من الفريقين كان يتمنى أنه هو يبقى في النهائي أيها يمكن كانت الترشحات أغلبها لصالح بيرامدز فأعتقد أنه بالنسبة له أعتقد أنه بالنسبة له هو سيراميكا فرصة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه البطولة فالتنين هيكونوا مطالبين أنهم يعملوا مبراء جيدة عشان الحقيقة لأن شوف هي حالة الأحباط موجودة موجودة في الغرفين والخروج منها عملية مش سهلة دايماً بيقال إن ماتش الثالث ده بيبقى ماتش حزين صحيح فعشان كده أنا أتمنى أن إحنا الاتنين نخسل أوجعنا ونحاول نقدم صورة جيدة لأن الكرة المصرية على المحك يمكن الماتش الأولاني أو المبريات الأولى من البطولة دي ما أعجبش أغلب المتابعين يعني فأتمنى أن إحنا نلعب مبراء جيدة إن شاء الله تعليقات الأشقاء الإماراتيين من أهلنا اللي هم القريبين جداً منك إيه على مستوى المباراتين الحقيقة بيحترموا كتير الرياضة المصرية والكرة المصرية لكن هم نفس التحفظات اللي عندنا على آلية العمل في الكرة المصرية دلوقتي هم عندهم نفس التحفظات وبصورة أكبر كمان يعني على آلية الكرة عندنا أو عندهم؟ عندنا احنا في مصر يعني هم بسا يستغربوا من موضوع الرزنامة اللي ما تتحملش للدور بأسبوع استغربوا أن أنت متعرفش أنت هتلعب بعد شهرين ثلاثة إزاي يستغربوا مثلاً من آلية مثلاً أن أنت ممكن ما تشيبقى الساعة سبعة وتروح أبلا بيوميني يقولك لا المقرب بتاع الساعة تسعة أو خمسة أو خمسة يعني الحقيقة هم مستغربين من الحكاية دي عشان كده هم استغربوا لما طلب النادي الأهلي تأجير المبرة يوم واحد فهم استغربوا تب ما أنتوا عارفين يعني قال الاتحاد المصري عارف الكلام ده من ثلاثة شهور أنه هو الأهلي هيلعب وممكن يوصل للنهائي وممكن يوصل للأدوار دي فهم الحقيقة عندهم شوف نفس التحفظات اللي عندنا هي عندهم بيقولوا يعني أن المفروض دي تعالج وتعالج بسرعة وإحنا نخلي بالك مش هنعالجها ألا بإرادة قوية صح والإرادة دي عايزة يعني مع كامل احترامي وتقديري عايزة تكون مسئولية قوية أو مسئول قوي يقدر يفرد إرادته يعني صح وبأفكار جديدة مستنيرة لا مش قوي عدلات صح لا قوي بأفكار قوي فكريا نزبوط طبعا ولا قوي على السوشيال ميديا ولا على الإعلام عندك حق 100% عندك حق ما قدرش اختلف معك لكن مقبلين على يناير خلاص دي مبارتك الأخيرة في سنة 2023 مبارتك الأخيرة قبل فتح باب الانتقالات مبارات بيرامدز هل حددت احتياجاتك هل ستواصل البناء من خلال موسم الانتقالات الشتوي أكيد طبعا أحنا الحقيقة رجع لنا إن شاء الله بإذن الله أحمد بالحج لأنه لعدنا تمام وإن شاء الله كانت إعارة 6 شهور بس 6 شهور أه ورجع لنا إن شاء الله بإذن الله وقصدي بإذن الله هيكون فيه تقرير أنا كنت منتظر بس لحد ما بعد مبارات الزمالك تمام هيكون فيه تقرير مني للإدارة اللي تأجلت آه اللي تأجلت خلاص يبقى التقرير هيكون بعض البطولة هنا على طول هنشوف احتياجات الفريق إيه وأنا أزعم إن إحنا مش هنحتاج على بالحج إلا لو كان مركز أو مركزين بالكتير يعني إيه المركزين اللي ممكن يتمثل لإضافة لعبين لا يعني الحقيقة يعني اسمح لي إن أنا أعتذر عن إن أنا لكن هما مركزين ممكن اللي يجي يكون بديل ما يكونش لازم أساسي مفهوم مركزين عندنا فيهم شوية نقص فهنحاول بقدر إن كان إن إحنا لإن اللعبة اللي موجودة فيها لعبة متميزة جدا أنا مشفق عليهم بلعبوا كل المباريات في كل الأوقات فيحتاجوا شوية لدعم حسناً عارفهم ممكن أقول البكين مثلاً ما بيتغيروش يعني ممكن ده جزء منهم ده جزء منهم لنرغم إن إحنا عندنا يعني عملنا الحقيقة معالجة لبودي إن هو يبقى باكرايت وهو لعبه وسط ملعب وبيقدي فيها بشكل جيد لكن توني كان بيلعبها قبل كده ما حسيتش إنه ممكن يديك في مركز ظاهير الأيمن مين بودي توني توني لأ صعبة شوية صعبة شوية توني خسارة توني خسارة يعني لعب وسط ملعب من اللعب المتميزين جداً يعني خسارة خسارة إن هو يغير مركزه فيفقد جزء كبير على ذكر نص ملعب فين بلبل موجود مفيش كسافة في المشاركات بلبل الحقيقة أنا من خلالك عايز أقوله البقاء قدام لله بلبل مر بظروف صعبة جداً طبعاً خاصة جداً جداً وفاة والده وفي وقت من وقت كان فيه مرض لحد من أقاء من أهله برضو الحقيقة مر بحالة إن عدم وزن كبيرة جداً وأنا أتمنى إن هو يرجع قريباً وإحنا نحاول نساعده في الفترة اللي جاية إن هو يرجع لأن بلبل اللعب ممتاز يعني ده على ذكر اللي جايين ماذا عن الراحلين فيه كلام من وقت للتاني عن محمد شكري واحتمال انضمامه الكلام كله عن الزمالك دلوقتي أنا ما أعتقدش يعني إلا إذا كنت أنا آخر من يعلم لو أنا آخر من يعلم خلاص يعني تبقى الأمور تبقى يبقى مشي بجد بقى يبقى طبقة كرة القدم يعني اتشقلبت يعني لم يفتح معاك الموضوع لا لا خالص ولا فيه كلام من ده أصلاً وإذا سئلت طبعاً هرفض مش عشان هو رائح الزمال لا عشان أنا في أشد الحاجة لمحمد شكري إلا إذا كان بقى لو الرقم اللي هيدفع حاجة لا ترفض لا ترفض دي طبعاً أستخلي بالك موضوع استقطاب لاعب أو إعارة لاعب ده مش موضوع مدير فني الواحد ده موضوع استراتيجية نادي يعني فلنفرض أنه لاعب اتعرض عليك فيه ثلاثة مليون يورو مثلاً وهيطلع برا ما هو أنت صعب أنك ترفض أي مفهوم وإنت كمدرب لو رفضت إيبقى أنت بتعاند النادي مفهوم مفهوم لكن طبعاً بحاجة بالأمور اللي ما شاهد في مصر صعب راضي عن مستوى مهاجميك؟ أحمد ياسر ريان وإبوكا لا عندهم أفضل عندهم أفضل أكيد أكيد عندهم أفضل لا أنا عندي شوية قناعة بأن مهاجمنا السلاسي مش مش السترايكر بس السلاسي لا عندهم أفضل ومحتاجين عمل أكبر لأن المفروض أن أداءهم يتطور في الفترة اللي جاية إن شاء الله مفهوم كابتن عيمان الرمادي دايماً بكون سعيد جداً بنقاشاتنا وبشكرك على وجودك معنا وبتمنى لك كل التوفيق في المرحلة اللي جاية وأعربها طبعاً يوم الخميس إن شاء الله أنا بشكرك جداً وبشكر أسرة صدى البلد وأنا فعلاً فعلاً عايز أقولك من كل قلبي أنا بسعد جداً جداً بأداءك وبمهنيتك وربنا يوفقك إن شاء الله شكراً كابتن عيمان وسلامنا لكل أفراد البعثة في سيراميكي ريوباترا إن شاء الله نورنا الكابتن عيمان الرمادي المدير الفني المخضرم لسيراميكي ريوباترا المقبل على مواجهة تحديد المركز الثالث يوم الخميس في كأس السوبر المصري في العاصمة الإماراتية هنا أبو ظبي عموماً ده كان لقاءنا بعد الفاصل نواصل مع حضرتكم خليكم موجودين معنا